معلمنا صنع جيال صياغة عقلنا فنة تواريخ ودب وامثال يا ربي ترزق الجهة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة في كل مكان من أرض الله وفقكم الله وسدد خطاكم ويسر أموركم إن شاء الله مع بعضينا مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية شبابنا وبناتنا غبنا عنكم الحلقة الماضية معلش بالظروف المرضية أسأل الله أن يعفو عن كل مريض مسلم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أمين شبابنا وبناتنا كان فيه سؤال سؤال الحلقة الماضية بلغت قفزة الرياضي ستة أمتار القفزة هنا كان السؤال هي اسم مرة ولا اسم هيئة طبعا قفزة الرياضي اسم مرة اسم مرة ده إجابة سؤال حلقتنا الماضية بفضل الله ونعمته إحنا كنا في فضل الله في حلقة الناح واللي فاتت خدنا بداية الوحدة الأولى وخدنا كمان الوحدة التانية جزء منها وهنكمل مع بعض إن شاء الله دروس الوحدة التانية هناخد النهار دا يا ترى يا أستاذ هنبدأ ناخد مع بعضينا مجموعة المصادر بما إننا تكلمنا عن اسم المرة واسم الهيئة ودول يعتبروا من المصادر هنبدأ ندخل بقى في المصادر بأنواعها المختلفات تعالوا مع بعض والدرس ده حبيبنا بتوح سنة تانية سنوي يفيدهم الدرس ده بشكل كبير جدا لأن المصادر موجودة عندهم في الترم الأول طيب نشوف مع بعضينا ونبدأ باسم الله ونقول يا جماعة أول مصدر عندي هيبقى يسمه المصدر الصناعي وسموه كده ليه؟ عشان حضرتك أنت اللي بتصنعه أنت اللي صنعت المصدر معانا فسمناه مصدر صناعي طب يا أستاذ المصدر الصناعي ده بنصنعه ازاي؟ وكل المصادر فيها معنى الحدث كل المصادر فيها معنى الحدث طيب هنا المصدر الصناعي يقول لي يدل أو اسم هنبدأ نحط لأي اسم يعجبنا نديله تا مربوطة بعد يا مشددة أو يا مشددة وتا مربوطة أما أجي أقول لحضرتك مثلا علم أحط له يا مشددة وتا مربوطة هتبقى علمية هقول مثلا وطن هتبقى وطنية وخلي بالك يا أستاذ هو ما بيشكلش في الامتحان هو الراجل عمره ما بيشكل معانا في الامتحان القضية بالنسبة لي القضية إن أنا بقرأ قراءة صحيحة لأن غالب الشغل في المصدر الصناعي على الاستخراج طب أنا بأعمل إيه بقرأ قراءة صحيحة وطلع الياء المشددة اللي في آخر الكلمة اللي معايا يعني بقول كده وطن وطنية إنسان إنسانية إسلام إسلامية تمام فضاء فضائية وهكذا إيس على كده أي حاجة عايز تكون منها مصدر صناعي بس سألوا في مشكلة بقى إيه أولا الناس اللي بتاخد بالشبه حبيبنا وطلابنا اللي بياخدوا بالشبه يقابل كلمة زي كلمة تذكية أو كلمة تضحية فإيه يقول لي يا أستاذ كلمة تضحية خلي بالك ها يقول لي ده مصدر صناعي أقوله غلط ده مصدر صريح ليه يا أستاذ أولا إيه يقوي التاء المشددة اللي عندنا هنا إحنا مزودينهم مع الكلمة إحنا حطينهم من عندنا لو شناهم هنطلع الأصل لكلمة علم إنما الياء والتاء اللي هنا لو شناهم هتطلع لي التضحية دي كلمة أصلا لا ما تنفعش يبقى دي من أصل الكلمة بالإضافة إن دي ياء واحدة مش اتنين يه تضحية يا أستاذ إحنا يقول لك إيه قصي إحنا عندنا في بلدنا بيقولوا ده الوات كان عظيم التضحية في السنوية لا مش هينفع حتى لو بيقولوا كده أنا مش دعب اللهجة العمية أو لهجة أي بلد من البلاد إحنا بنتكلم القطع النحوية باللغة العربية الفصحة عظيم التضحية تمام يبقى أنا بقول لحضرتك أهو دي مشكلة بتقابلنا القراءة النقطة التانية اشترطوا له شرط للمصدر الصناعي إيه هو أن المصدر الصناعي لابد أن يعرف إيه أن يعرف حسب موقفه في الجملة ما يتعربش إيه ما يتعربش نعت خالص ليه يا أستاذ أنا عندي حاجة اسمها اسم منسوب مؤنس يشبه المصدر الصناعي إيه المنسوب ده ده كان درس عندنا بالدرس في السنة والعام وتلغى من سنوات الدرس ده أنا بنسي بنفسي لما حيب بنسي بنفسي أنا للعلم هقول أنا رجل علمي فتجي المرأة وتقول وأنا علمية تمام وأنا رجل وطني هي تقول وأنا وطنية طيب هنا خلي بالك عايزين ده كده النسب بقى طب عايزين نفرق ما بينهم المصدر الصناعي واحد يدل على الحدث والاسم المنسوب يدل على النسب بتنسب نفسك لشيه دي نقطة أولى يبقى المعنى هنا لما أجي أقرأ الكلام هلاقي المصدر الصناعي بيددي معنى حدث والنسب بيددي معنى النسب إلى شيء فالاسم منسوب إلى شيء تمام النقطة التانية الفرق ما بين الصناعي والمنسوب أن المنسوب المؤنس بيجي نعت عندنا لما يجي يفرق لي أنا كطالب هيفرق لي كده بشكل ظاهب إن المصدر الصناعي يعرفه حسب موقعه لا يعرف نعت أبدا لو تعاربت الكلمة نعت تخش تبع المنسوب بقى أما جاقول لحضرتك الذي يمد الإنسانية بالمصلحين يمد الإنسانية بالمصلحين دي جملة جات في امتحان يبقى الإنسانية مفعول به مصدر صناعي أما جاقول لك العلاقات الإنسانية تسعد دائما بالوفاق العلاقات الإنسانية منسوب بقى يبقى المصدر الصناعي شرطه الأساسي ألا يعرف إيه ألا يعرف نعم طيب ده بالنسبة للمصدر الأولاني اللي موجود معنا يا شباب المصدر الثاني بعد المصدر الصناعي في مصدر آخر اسمه المصدر الميمي إيه بقى موضوع المصدر الميمي المصدر الميمي هو مصدر مبدوء بميم زائدة يدل على الحدث يبقى ده مبدوء بإيه بميم زائدة ها يدل على الحدث جميل طيب المصدر الصناعي بقى المصدر الميمي اسف المصدر الميمي يبدأ بميم صح هنا هنبدأ نصوغه من الفعل السلاسي ومن الفعل غير السلاسي جميل طب من الفعل السلاسي يا استاذ هنا هيصوغه على وزنين الوزن الاولاني على وزن مفعل بفتح العين وعلى وزن مفعل بكسرها يبقى هنا كده يا جماعة الوزنين بتوع السلاسي يبقى المصدر الميمي هيجيلي على وزنين اتنين الوزن الاولاني وزن ايه؟ وزن مفعل الوزن التاني وزن ايه؟ وزن مفعل تمام؟ طيب لما اجا اقول بقى على وزن مفعل كل السلاسي على مفعل الا فعل واحد تمام كل الافعال السلاسية على وزن مفعل واحد يجي يقول لي سؤال يا استاذ اسم الزمان والمكان بس هنجيهم ان شاء الله في حلقات قادمة اسم الزمان والمكان خدناهم في تانية سنوي على نفس الوزنين من السلاسي بس في فرق في القعدة اسم الزمان والمكان بنشترط له بقى اذا كان معتل الاخر معتل الاول عين المضارع هنا مش موجودة في المصدر ميمي الكلام ده احنا بنجيب السلاسي على وزن ايه مفعل الا فعل واحد اللي هو يا جماعة انت شوف دلوقتي لما اقول ساعي ده مسعد ضرب مضرب اخذ مأخذ تمام كله مفعل ساعة مسعى رمى مرمى جرى مجرى كله على وزن مفعله الا معتل الاول صحيح الاخر اللي الفاء بتاعته اللي يلواه بتحزف عند المضارع زي وعد يعد تمام هقول ده ده يأتي على وزن مفعل يبقى وعدات يبقى ايه مو عد وقفاه موقف آه يبقى على وزن مفعل اللي هو معتل الاول صحيح الاخر اول واو تسقط عند المضارع تمام يبقى ده الوزنين اللي عندي قاله في نقطة كمان ان يجوز لاسم او المصدر الميمي ان احنا نزود له تاتا ان اسمها عندنا كما قال تعالى وما كان استغفاره ابراهيم لي ابيه الا عن موعدتين موعدتين انا اضبط التاء التانيس الى ايه المصدر الميم يجوز ان انا حصوله تاء تانيس يعني اقول بدل ما اقول مسر اقول مسرة بدل ما اقول مضر اقول مضرة تمام بدل منجاء اقول منجات زي ما حضرتك الناس بيخضواه في المنج الجديد سنة ثانية سنة وبقى الصدق منجات والكذب مهوات يبقى ده بالنسبة للسلاسي طب غير السلاسي تعالى معايا غير السلاسي على وزن اسم المفعول من غير السلاسي هو اسم المفعول من غير السلاسي كان ايه كان بيأتي على وزن المضارع مع ابدا الحرف المضارع ميم مضمومة مع فتح ما قبل الاخر وفتح ما قبل الاخر يعني ما اقول له حضرتك اخرج هتبقى ايه هتبقى مخرج انتجة تبقى منتج استنتجة مستنتج استعلمة مستعلم من مضمومة فتح ما قبل الاخر استاذ انا عايز افرق عايز افرق ما بين اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي كسلاسي واسم الزمان والمكان والمصدر ميمي واسم المفعول غير سلاسي افرق ما بين دول ودول ازاي تعال نشوف بالنسبة للسلاسي هقول اسم الزمان مثلا كلمة زي كلمة موقف افرق بينها لو جبت زمن هتبقى زمان لو جبت مكان هتبقى مكان لو جبت حدث هتبقى مصدر ميمي هقول يا حضرتك مثلا اه وقفت في موقف السيارات يبقى ده اسم مكان هقول المساء موقف الهموم ده اسم زمان هقول موقفي مع الطلاب محايد اه موقفي مع الطلاب محايد لا فيها زمن ولا فيها مكان ده فيها حدث يبدأ ده مصدر ميمي هو دا مثلا مساء كمان هقول مثلا شارع اه 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 اي شارع في القاهرة a الطريق الدائري مسعيا الى بيتي ها باعتبار مدينة الانتاج هنا مسعيا الى بيتي بدا اسم ايه اسم مكان هقول لحضرتك المساء مسعيا الى بيتي يبقى مسعى زمان هقول مسعاية بين الطلاب لاصلاح الخير واصلاح العلاقات مسعاية بين الطلاب اه ده هنا مصدر ميمي يدل على الحدث تمام طب عايزين بقى غير السلاسي غير السلاسي يقول لي ايه طلع لي التلاتة اسم زمان واسم مكان ومصدر ميمي واسم مفعول طب نعمل ايه بقى دي تعال انشوف لو جبت كلمة زي كلمة ملتقى هقول له كلمة ملتقى هذه الشاشة ملتقاية بكم الشاشة ده مكان طيب الساعة الواحدة الا الثلاث ملتقاية بكم ده اسم ايه ده زمان هقول اه مثلا التقيت بالشباب ملتقا جميلا ده مصدر ايه ده مصدر ميمي لانه ده اللي على الحدث هقول بقى الشباب ملتقى بهم مع الاستاذ ملتقى بهم ده وقع عليه الفعل يبقى ده اسم ايه اسم مفعول طب ما الامر بسيطه يبقى هم التفريق بينهم ان اسم المفعول بيزيد عليهم انه وقع عليه الفعل ده بالنسبة للمصدر الميمي زود المعلومة اللي قلناها انه يجوز ان احنا نحط له تأنيس المصدر اللي بعده المصدر الصريح ايه بقى موضوع المصدر الصريح ها انا عندي المصدر الصريح ده مصدر يدل على الحدث غير مقيد بزمن وده اصل الكلام المصدر الصريح يعده من الاسماء الجامدة ليه لانه يعد اصل الكلام هو الاساس اللي تحطه وبعدين بقيت الكلام تحطه بعد منه ده المصدر الصريح يمين المصدر الصريح اللي عندي كل فعل له مصدره اللي جي منه اه انا عندي بقى فعل سلاسي ده لمصدره فعل رباعي لمصدره فعل خماسي برضو لمصدره فعل سلاسي له مصدره اما اجا اقول للسلاسي وقاعدة السلاسي اللي تخصنا احنا في التعليم العام قاعدة مصادر السلاسية المصدر السلاسي قالوا الافعال السلاسية حاولوا يجبولها شوية اوزان عشان قاطل نلمها بقى كده لان افعال السلاسية ده اغلب افعال اللغة اصلا طب ما تجي نلم الافعال السلاسية قالوا طيب نحط اوزان مثلا اذا كان يدل على لون فات على وزن فعلة زي حمرة حمرة تمام واذا جاء يدل على حركة فات على وزن فعلان زي غلاء غليان واذا دل على حرفة فات على وزن فعالة زي تجرة تجارة ونجرة نجارة وصنع صناعة تمام وبعد ما لموا الاوزان دي كلها قالوا لك ومعظم السلاسي السماعي ليه بقى لان بعد ما لمنا دول الغالب سماعي اصلا يعني مالوش قاعدة مسموع عن العرب بعد ما لمنا الحداشر او ما يقرب من الحداشر او يزيد كمان فعلة فعال فعال فعيل فعلا فعل فعل فعول كل اوزان دي اوزان السلاسي ومصادر السلاسي انا بقى كطالب اما اجيب المصدر اجيبه بايسر طريقة ازاي او استاذ بدل من حفظ القواعد ما تجيب المفعول المطلق وتريح دماغك ما تجيب المفعول المطلق لان المفعول المطلق مصدر الفعل المفعول المطلق مصدر الفعل فاجيب المفعول المطلق وخلاص لما اقول مثلا نتجة تبقى نتاجا واجيبه بتنوين كده عشان يزبط معاك المصدر صحيح ودخل دخولا واخذ اخذا ونهض نهوضا وذهب ذهابا وسعى سعيا ده السلاسي وصنع صناعة وحمر حمرة كل ده السلاسي طيب اما اجا اقول بقى الرباعي اللي على وزن افعال يقول لك مصدره على وزن افعال اشتغل معايا بطريقة المفعول المطلق اخرج اخراجا اهملا انتجا انتاجا طب لو كان معتل الاخرة تلاقينا على ابن العيل الهامزة امضاء امساء طب لو كان معتل الوسط هنشيل الف افعال ونحط تها مربوطة ادارة ادارة اشار اشارة اقام اقامة طب لو على وزن فعلت لاي تفعيل درب تدريبا قدس تقديسا تمام طب لو كان معتل الاخر شيلي اتفعيل وحط تها مربوطة رب تربية ضحة تضحية زكة تزكية طب لو كان على وزن فاعلة فانما الضر على وزن مفاعلة او فعال ناقش مناقشة نقاشا حاور محاورة حوارا طيب لو كان على وزن فعلالة يبقى فعلالة يبقى قول مثلا دحرجة دحرجة بعثرة بعثرة ولو كان مضاعف يجي فعلال كمان وسوسة وسوسة او وسواسا تمام طيب طب لو كان خماسي الخماسي والسداسي ام يبدأ بتاء زا ايه دا ام بيبدأ بألف واصل ها طب خلينا بالأول بألف واصل اجتمعها هيبقى اجتماعا بنحط ألفة بالآخر استخرج استخراجا استغنى استغناءا هلا ابن العلة همزة استقاما استقاما استشارا 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 استدارا استدارا طب لو عايزين بقى خماسي وما بدوه بتاء زي تفانة تفانيا تقدم تقدما تحقق تحققا ركز بقى في الفرقه هو عشان حقق الرباعي هيبقى تحقيقا انما تحقق الخماسي هيبقى تحققا عشان جت في الامتحان قبل كده لا يمكن ان يتحقق استلامي الا بالعدل حول المصدر المؤول اللي هنقوله دلوقتي الى مصدر صريح يبقى يتحقق من تحققه يبقى المفعول المطلق او المصدر بتاعه تحققا تخلي بالك من الكلام ده الله يبارك فيه طيب يبقى تحققا تحققا تابقدما تقدما تابتقدما تقدما يبقى دي المصادر اللي هو قال لي هاتمن عندك مصدر طيب المصدر هو المفعول المطلق بتاع الكلمة بتاعتنا سواء بقى سلاسي او رباعي او خماسي او ايه او سداسي ده كده كل المصادر بتاعتنا الصريحة طب المصادر المؤولة المصادر المؤولة ده اخر نوع من انواع المصادر اللي معانا ايه بقى موضوع المصدر المؤول وبالراحة خالص مع بعض كده ونتنقل على الصبورة مع بعض مع المصدر المؤول يعني ايه بقى مصدر مؤول بص ياسين صلى على النبي عليه الصلاة والسلام المصدر المؤول وما سمو كده قالوا عشان كلمة التأويل يعني التفسير يعني مصدر مؤول مصدر مفسر كما قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يعني تفسيره إلا الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله فكلمة المصدر المؤول أنت فسرت الصريح الكلمة الواحدة إلى أكثر من كلمة فعشان كده أولنا فسرنا تعال نشوف الأول ناخد تكوينه الجزئية الأولى يترى إيه تكوين المصدر المؤول تكوينه بيتكون من عدة حاجات أول حاجة أن المصدرية الناصبة للمضارع طب لو جتنا على الماضي تبقى مصدرية بس أن المصدرية زائد الفعل طب الفعل ده إيه ماضي ولا مضارع براحتنا ما فيش مشكلة خالص يعني ممكن ييجي ماضي ممكن ييجي مضارع طيب وبعدين لما أقول للطالب مثلا أحبه أن تتفوق لما أقول له حضرتك أحبه أن تتفوق أن أدت نصبه وتتفوق ده فعل مضارع منصوب اللي تنم مع بعض يعملولي مصدر مؤول يعني ولو طلب مني استخرج مصدرا مؤولا هتقول له أن تتفوق طب المثال اللي بعده أو التكوين التاني ده التكوين الأولاني التكوين التاني بيقول لي بقى طلع لي ما المصدرية زائد الفعل الماضي الفعل الماضي زي ما أقول لحضرتك يعجبني ما اكتهت آه ما اكتهت طب أنا يا أستاذ لو طلب مني استخرج مصدرا مؤولا أطلع له ما والفعل الماضي ده اللي هو ما اكتهت آه ده كلام ممتاز طب التالت والنوع التالت قال لي تطلع لي أن الناسخة أختي إن زائد اسمها وخبرها كده بقوا ثلاثة إزاي هقول يجب أن الشاب يكتهد آه يجب أن الشاب يكتهد طلع لي مصدر مؤول أن الشاب يكتهد إيه ده يا أستاذ يعني أنا مطلوب مني أطلع التالت حاجات أنه اسمها وخبرها آه طب لو الخبر ده متأخر شوية أن الشاب اللذي يسمع يستمع لنا المحاضرة آه يكتهد أو يسمع المحاضرة يكتهد إيه ده يعني نفض لذي مامشي لحد ما يجيب الخبر أيوة كده سعت أنه اسمها وخبرها كده كم حاجة ثلاث حاجات نتقابل بعد فاصل قصير ابقوا معنا السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة